أخي الكريم أختي الكريمة إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين ثلاث اختيارات كلها تعتبر حقا لك ولك أن تختار منها ما تشاء أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة لأن دعوة المظلوم مستجابة وهذا من حقك أنا لا أود أن تدعو عليه ولكنه حقك في النهاية ولا يستطيع أحد أن ينازعك فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كاثرا وإن كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس في الدنيا لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه أو ستعطيه أنت من سيئاتك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الظالم يوم القيامة قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه يعني المظلوم فحمل عليه ولكن إخواني يوجد اختيار ثالث نعم المظلوم له اختيار ثالث وهو أفضل اختيارات على الإطلاق وهذا الاختيار لا يفعله إلا أقل الناس ما هو هذا الاختيار؟ نعم ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك أتدري ماذا يعني ذلك؟ أتدري ما معنى العفو؟ إذا عفوت عمن ظلمك فهذا يعني أنه لن تنزل عليه عقوبة بسببك في الدنيا وأيضا لن تأخذ من حسناته يوم القيامة أنا أعرف أنت الآن ستقول لي حرام عليك كيف أستحمل أن لا أدعو عليه في الدنيا ثم أيضا يوم القيامة لا أخذ من حسناته إذن ماذا سأستفيد؟ لا تخف لا تخف أطمئن واحدة ستستفيد أكثر مما لو أنك أخذت من حسناته يوم القيامة كيف؟ سيعطيك الله من الحسنات لكن ليس من حسنات الظالم لأنه خلاص عفوت عنه سيعطيك ثوابا وحسنات من عنده هو سبحانه أكثر مما لو أنك أخذت من حسنات الظالم سيعطيك كمية أكبر سبحانه فأنت الرابح في النهاية طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال تعالى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ إذن أفضل الاختيارات أن تعفو عن من ظلمك وأنا أعلم أنك تستطيع أن تضغط على نفسك وأن تتجاوز جروحك فتتخذ قرارا بالعفو التام عن من ظلمك نعم أنا أعرف أنك تعبت من أعرف أعرف أنه آذاك وأنك تجرعت غصصا كثيرة بسبب هذا الظلم لكن لا بأس فرحتك يوم القيامة ودخولك للجنة أغلى من كل شيء والله